أهلا وسهلا أخت رشا أنت معانا على الهوى أهلا بيك يا أخي نزار وأهلا بكل المشاهدين وأخي عياد ربنا يبرككم في شرح كلمة ابن الله ابن الله أو ابن فكرة الابن هي فكرة صعبة جدا بالنسبة للمسلمين أو العابرين وطبعا أنا أتكلم بالنياب عنهم لأن صعبة قوية أن المسلم يفهم أن المسيح هو ابن الله وفي نفس الوقت الله فالنقطة دي مهمة جدا نحن نوضحها للناس بعد إذنك وأنا عندي بس آية واحدة عايزة أساركها معاكم هي موجودة من أعمال الرسل والآية دي مهمة جدا لأن هنا بيقول أعمال الرسل صاحب 20 احترزوا إذن لأنفسكم وجميع الرعاية التي أقامكم الروح القدس فيها أسقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه وهنا واضح جدا جدا أن اللي اقتنى الكنيسة بدمه هو المسيح لكن هنا بيقول كنيسة الله مش كنيسة المسيح بيقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه تب يثبت أن المسيح هو الله طبعا لكن أنا أحب أن أسمع أكتر منكم توضيح علشان طبعا إخواتي العابريين والمسلمين بيبقى صعب عليهم الحتة دهية شوية فربنا يباركهم ربنا يباركك أخت رشا وربنا يبارك خدمتك وشكرا كتير على المداخلة ربنا يحميك وربنا يباركك طبعا يعني علقت على الآية التي تكلم فيها الرسول بولوس لقصوص أفسوس في ميليتوس واحد من التحذرات أنه سيكون في ذئاب خاطفة وعم بيحذرهم وعم بيقول أنه يرعوا كنيسة الله اللي اقتناها اللي اشتراها بدمه وأنه عادة الغير مسيحي بيستصعب أو لا يستسيغ فكرة ابن مثل ما طبعا ابتدنا كيف فينا نربط الموضوع في بعضه يعني برضو نرجع تاني ونقول كلمة ابن الله على طول بتكلمني عن لما قول ابن وآب يعني علاقة المحبة احنا لازم نكون بين في ذهننا قصة التعينات والأقانيم التلاتة فانا هو بتكلم عن الابن باعتباره اقنوم هو مستودع محبة من الآب للإبن لكن لما تكلم عن جوهر الابن وطبيعة الابن هو ليس أقل من الآب لكن هو الله ذاته المعلن للآب لما يجي على الأرض يقول من رأاني فقد رأى الآب عايز يقول أنا والأب واحد ليس أقل من الله فلما أقول ابن الله عايز يتكلم عن المحبة عايز يتكلم عن التعيين لكن لما أقول هو ذاته الله أتكلم عن الطبيعة الإلهية في شخص المسيح أن اللي يشوف المسيح واللي عارف المسيح واللي رأى المسيح يتقابل مع الله سر أن يحل فيه كل الملء أو كل ملء اللاهوت جسديا المسيح هو ابن الله طبعا المسيح هو الله طبعا الشهادات كثيرة في الكتاب تقول أنه هو ابن الله باعترفه هو لابن الوحيد وشهادات تقول أنه هو ذاته الله يعني ماشهد بسيط على لسانه مش على لسان بوليس طبعا أنا كلام بوليس في أعمال أشهرين ده إعلان إلهي لكن مثلا العشر البورس اللي شفاههم المسيح تسعة مضوا واحد بس اللي رجع مجرد تعليق المسيح يقول معقول لم يرجع إلا هذا الغريب لكي يعطي المجد لله عمله هو اللي رجع ده عمله سجد له يعني سجود اللي رجع أمام المسيح سماه المسيح يعطي المجد لله وأنا لو إنسان واقف أقول له بس ده مش بيعطي المجد لله ده بيعطي المجد ليك أنت يقول ما أنا إيه أنا الله يعني المسيح اعتبر سجود هذا الراجع أمامه يعطاه مجد لله لماذا؟ لأن المسيح يعلن أنه هو الله ونأخذ بالنا أنه المسيح بيتكلم في عقلية يهودية في القرن الأول يعني اليهود كان عندهم تزمت كبير في هذا الموضوع وكانوا حرسين وخايفين مش عاوزين يذهبوا للسبب مرة تانية بسبب طبعا الشرك بالله فتخايل يسوعا بيتكلم ولم يعترض السجود لأي شخص يعني كمان حضرتك أشرت إلى حاجة نور قدامنا أنه بيكلم عقلية يهودية هل كان اليهود يؤمنون أن المسيح الذي سيأتي هو ابن الله آه كانوا عارفين كده كايس أوي ما اسمه واسمه ابنه إن عرفت في أمثال تلاتين عندهم عارفين أن المسيح هو ابن الله ولما المسيح قال قدامهم مرة أنه أبي الذي أعطانه أعظم من الكل أنا والآب واحد وأبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل تناولوا حجارة اللي يرجموا قال لهم لأي سبب أن تريدون أن ترجمونني قالوا له مش عشان أعمال أنت عملتها لكن الأجل تجديف فأنت إنسان تجعل نفسك إلها معادلا نفسك بالله فهم عارفين كلمة أبي وأنا ابن الله يعني المعادلة فيعني اللي فاهم دلوقت عكس كده هو لم يرقى إلى مستوى الفكر اليهودي وقت المسيح اليهود كانوا عارفين أن المسيح هو ابن الله كان رد المسيح لأنني قلت أني ابن الله فالفكرة فالوحدة يعني والتمييز واضح جدا من خلال هذه الآيات يعني اليهود يعلمون أن المسيح وهي ابن الله بس عثرت اليهود بيقولوا مش يسوع هو المسيح فلم يقبلوا يسوع باعتبروا المسيح لكن عندهم تعليم وإيمان أن المسيح الذي سيأتي هو ابن الله فقصة ابن الله ما عندهش مشكلة عند اليهود مطلقا اشتركوا في القناة